موسيقى يا أهلا ومسألوا حياكم ومشاهدين الكرام متابعين برنامج نبضي العصائل في حلقة جديدة من الأسبوع الثامن موسم سباقات الريال هذا الأسبوع يحمل أحداث قوية ومختلفة كأس ولي العهد على رأس هالي شواط الإنتاج والمستورة وكأس وزارة الحرس الوطني وكأس وزارة العدل وكأس سعيد الماجد العديد من الأحداث والكوالي سنوثق لكم من هذا الأسبوع خليكم معانا تعالوا نشوف المفير المفير الخطير يترقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتانان جبس تولى بإعطاه إن شاء الله الله أكبر شكرا لكم الأسبوع الثامن من موسم سباقات الرياض أسبوعاً حافلاً وفاصلاً لكثيراً من الأبطال لتبدأ أول الكهوس ويتجدد الموعد يوم الجمعة مع كأس سعيد الماجد وكأس وزارة الحرس الوطني وكأس وزارة العدل الكأسين المهمة لتصنيفات الخيل للفئة الثالثة ليكون ختم الكؤوس في يمسية يوم السبت وأهمها في تصنيف الجياد جروب ون كأس ولي العهد للإنتاج والمستورد ليحمل هذا الأسبوع جوائز مليونية وأشواط قوية ونكون حاضرنا من ساحة الميدان كأس سعيد الماجد وفاء لرجالات التاريخ من ساهموا مع المؤسس طيب الله ثراه فكانوا خير عون وسند له في المعارك والحروب حتى تأسست المملكة وأصبح الحلم حقيقة برجالات لم يعرف عنهم إلا القوة والشجاعة والحضور كان محد فرسان ملكة عبد العزيز ثانياً كان مسؤول الخيل عند الملكة عبد العزيز خيل الخاصة في ملكة عبد العزيز في الحرب أكثر شيء في شون الحرب في بداية التوحيد وتوحيد المملكة وهذا وأوكله الملكة عبد العزيز في كذا مهام ثانية كنت أسمع عن والدي رحمة الله عليه ما كان يحب البروز كثير ما حب أحد يثني عليه كثير بوقص يعني كافة تواضع مع الناس وحبة الناس له وبالذات مع الملكة العزولاء الملكة بليز شيء لا يوصف وبالي العائلة المالكة بالذات وهذا التوراثنا حنا سعيد الماجد اسمه ارتبط بشعبة خيل المؤسس فكانت هي مسؤوليته عرف عنه بمقولات دلت على شجاعته وقوته فكان حاضرا في كل حال طبعا جدي هو سعيد الماجد كان من أبرز الكلمات التي دائما يقولها وقت النخوة ووقت الحرب طبعا كان دائما يقول وانا خجوزة فشهرت عنها وتداولت عنها هذه الكلمة اللي هي وانا خجوزة فالكل يفتخر يعني بغتها وكل يفتخر طبعا بصوته بعائلته والنعم طبعا في الجميع كلهم لتجدد هذا الوفاء من نادي استباقات الخيل في وضع شوط كأس سعيد الماجد ليكون ذكرا خالدة في تاريخ الأجيال القادمة وعنوانه وفاء لأبطال التاريخ سنوصلنا في أهم الأشواط في أمسية يوم الجمعة شوط التاسع شوط وكأس سعيد الماجد أحد رجالات الملك عبد العزيز اللي اليوم من نادي استباقات الخيل يقدم وفاء وعرفانا لرجالات الملك عبد العزيز شوط يليق باسمه وذكرة خالدة للأجيال هذا الشوط يحمل أسماء كبيرة جدا أن تكون مرشحة على خط النهاية شوط الألفين متر مفتوحة درجات تنتاج ثلاث سنوات فأكثر والشوط 150 ألف ريال يحمل في هذا الشوط أسماء كبيرة جدا أهمها الواهز باور لينك إيشين إنجل والعديد من الأسماء اللي ممكن تسوي مفاجآت في هذا الشوط خليكم معنا وتعالوا نشوف مدى جاهزية مدربينهم وأهم الأسماء المشاركة ومدى ريتاتهم وكسباتهم باور لينك صاحب الرقم ثلاثة جاي من خمسة انتصارات وصاحب الريت مية أيضا أحد الأسماء القوية والمشاركة أيضا وممكن نتسجل الانتصارات على خط النهاية هيبو صاحب الرقم ثمانية صاحب الريت السبع وثمانين جاي من ثمانية انتصارات وأيضا من الأسماء القوية والمرشحة في هذا الشوط أيشين إنجل صاحب الرقم 14 حاضر في التسريج صاحب الريت السبع وثمانين جاي من أربعة انتصارات أحد الأسماء أيضا المرشحة والقوية كيف جاهزية الواهس في هذا الشوط؟ والله إن شاء الله نتملين الخير إن شاء الله والحصان فعلا يعني يعني السنة كسبانا 1600 كاملنا العام سنتين السنة هذه عمره ثلاث سنوات يعني وما عنده مشكلة في المسافة إن شاء الله هو يبي البعيد ومعه خير كبار ومعه خير زين بصراحة لكن نقول إن شاء الله إن حصاننا زين ومتملين فيه خير إن شاء الله معه خياله وخياله ومدربه اشترى حليك خطة؟ الخيال أول مرة يركبه يوسف الحصين ولكن يوسف الحصين مبروك وإن شاء الله فيه بركة وأنا حظي مع يوسف ماشي وإن شاء الله نجدد العهد مرة ثانية ونكسب إن شاء الله دعواتك شرون جاهزي توفيه وثري هذا الشوط؟ والله إن شاء الله عنده مشاركين مشاركة براسين ونسأل الله التوفيق الخيل كلها ممتازة وإن شاء الله يكون لنا حظ زين فيه هذه الشوط إن شاء الله برغم قوة الخيل لكن تبقى خيلنا زين أبعد في الشوط والشوط يعني نخبة خيل الفيل يعني وجائزة يعني يعني الكل يسعى لها ويطمح لها بشمال نتمنى إن شاء الله يكون لنا توفيق فيها إن شاء الله بذن الله كأستعيد الماجد وقيمة الجائزة 150 ألف ريال كما نتابع في هذه الصورة البانورامية كاريبينو يتابع في المركز الثاني بينما القادم الجديد الاكتبنتية من المسار الخارجي يتقدم قادم هذا الاسم الكبير لمنافسات كبيرة يبدأها بكأستعيد الماجد من الاكتبنتي أم من حضورها قادم أيضا من سريات المسرائج من حضور أيضا ياتي من بخيص الأسماء المنافسة الكبيرة هنا التقدم الكبير الحضور من كالكوليشن على خط النهاية كالكوليشن يسويها في الشوت التاسع ومع خيال المبدع للأسبوع الثاني أحمد الأزهري مبروك كل مبارك كل مبارك كل مبارك كل مبارك ألف مبروك هذا الانتصار يا بعد رأسي والله الله يبارك فيك وخليك طال أمرك كالكوليشن سواها على خط النهاية وفي الأمتار الأخيرة والله كل كالكوليشن حصان طيب والله هذا حصان يعني كثير ما يقدم والله حصان ممتاز بس حصان ما توفق يعني جيت الظروف وجيت وعكة صحية ونزل والحين الحمد لله رجع إن شاء الله اليوم مع كاس الوفا كاس سعيد الماجد المقدم من هذا السباقات الخيل يوفي معك كل كالكوليشن الحمد لله اليوم في مهرجان كاس الوفا والكاس عزيز علينا والحمد لله مهرجان يعني كلنا يتمنى يشارك فيه والحمد لله فبالك اللي حقق نتيجة فيه والحمد لله اليوم كالكوليشن ونسنا وجابها الكاس وأغلى الكوس عندنا الله يبارك فيك الله يخليك طلبا وصلنا إلى الشوط العاشر شوط كاس وزارة الحرس الوطني لخير الفئة الثالثة محليا هذا الشوط يحمل أسماء كبيرة جدا ومرشحة تكون على صدارة هذا الشوط 2030 كوميشنر والعديد من الأسماء ومن ساحة البادوك تعالوا نشوف مدى جاهزية مدربينهم لهذا الشوط وحياكم الحصاننا جاهز اليوم فأعتقد أنها بإذن الله يحقيق المرجو والمأمول منه لكن في النهاية هذه الخيل ما تستطيع لا تنطق ولا تحكي وصعب أنك تتنبابها تجهز وتعمل عليك وتوكل ربك من تنطلق من الاسترد نسأل الله هم شيء السلامة للخيالة والخيل لا أرجعوا سالمين بس فكل ملحوق مطرود ونسأل الله التوفيق أخوي فهد وصلنا إلى شوط مهم جدا شوط كاس الحرس الوطني شنون جاهزية واهبة اليوم في هذا الشوط والله نقول إن شاء الله بس شوطها قوي والله كلها نخبة حصن للكسبانا ويفي الفرس الوحيدة بالشوط لا في فرس حق تلمير سلطان ميشال وتمنى التوفيق إن شاء الله والله شوف أخوي أحمد أحصان الحمد لله جاهز حضور يعني مرة ممتاز أحصان حاضر كحضور حاضر وإحصان كمستوى يعني من أفضل خيل موجودة حنا اليوم ما ندري وش الأول مرة يدعس المسافة أحصان شوي مثل ما تقول يعني فيه سرعة فيه سرعة وفيه قوة من السرط يعني انطلاقة قوية مثل ما تقول يعني يفرط يعني يذبح نفسه شوي بالسرعة بالبداية ما ندري عدل فست هل هو نقدر حنا إن شاء الله نحاول نهديه شوي وش تقول تونتي ذيرت على خط النهاية وش أقول له أبي أشوف وش يقول لي هو أنا أبي هو اللي يقول لي ما بيقول له إن شاء الله يعني إنه يبيض الوجه ويبيض وجه كذلك مشجعين أو جمهور للصطبل ونقدم لهم إن شاء الله يقدم لهم الأداء اللائق فيهم بإذن الله كأس ويزهر في الحرس الوطني الفئة الثالثة المحلية كوميشنر كينغ يبدأ لانطلاقة السريعة لا زال يتمسك بالصدارة يتقدم مع حضور أيضا من بقية الأسماء حضوري للمرتجز المرتجز ربما يباغز ولكن كوميشنر كينغ على خط النهاية كوميشنر كينغ يسويها على خط النهاية وبأطوال بل مبارك المدرب أصباح الشمري ألف مبروك الله يبارك فيك طول عمرك تسلم لا تخوف جوي ومتوتر قبل الشهر لازم خيل أبطال خيل قوية يعني الحمد للبس ولكن أنا مثل ما قلت لك ونتوجه خير على يلا يطول عمرك أستاذ محمد أردك العافية تواجدكم اليوم في مثل السباقات وتعزيز لرياضة الفروسية بشكل عام اليوم الدور الذي قدمه اليوم الحرس الوطني والشراكة الذي يقدمها مع نادي السباقات الخيل وكون كأس الحرس الوطني اليوم كفئة ثالثة محلية وتعتبر الخيل على مستوى وزارة الحرس الوطني ونادي سباقات الخيل شراكة قديمة جدا ومتجذرة بأصالة هذه الرياضة العريقة الحرس الوطني والنادي من أكثر من خمسين سنة نصف قرن ونحن شركاء في دعم هذه الرياضة والدعم الكامل سواء الدعم اللوجيستي الدعم الأمني الدعم الصحي وهذه الشراكة نعتز فيها حقيقة ونعتبر نادي السباقات الخيل هو جزء لا يتجزأ مننا من خلال هذه الشراكة المتجذرة الكاس الحرس الوطني 52 كاس أنا أعتقد أننا نقدم الكؤوس والاستمرارية الطويلة مع نادي سباقات الخيل وهذا إذا دل فإنما يدل على إيمان قيادة في الحرس الوطني بأهمية هذه الرياضة العريقة وصلنا معكم للشوط الحادي 10 من أمسية يوم الجمعة آخر الأشواط في هذه الأمسية شوط كاس وزارة العدل انتاج ثلاث سنوات وأكثر هذا الشوط يحمل 9 تروس وأهم الأسماء المشاركة فيه ذو الإطلاء العالم بلادي سلفانا والعديد من الأسماء القوية اللي راح تكون مرشحة على خط النهاية من ساحة التسريج تعالوا نشوف مدى جاهزية مدربينهم مع الجياد سلفانا صاحبة رقم 7 صاحبة الريت الـ 91 جاي من ثلاثة انتصارات وأحد الأسماء القوية المرشحة أن تكون على خط النهاية رقم 2 ذو الأطلال صاحبة الريت الـ 95 جاي من الـ 95 وحد الأسماء القوية والمرشحة تعالوا نشوف مدى جاهزية مدربينهم لهذا الشوط نحن نجايد للشوط نحن نجازين والتوفيق يبيد الله إن شاء الله يحالفنا للحظ والخيل لسانة ومرشحة بالرمثان وعالم بلادي بالرمثان هو يفضل المسافة هذه وفضل وأنا ما أعدر عنه متعربة لكن أنا أعتقد مقين أفضل المسافات هذه عالم بلادي من 2008 إلى 2002 يعني من أسبح معه شلون جاهزيت الباسترو في هذا الشوط ومع أيضا خيال اليوم فواز يا مرحبا ومستك الله بالنور إن شاء الله جهوزه طيب وإحصان يبحث عن المسافة الطويلة ونقول نسأل الله معه أسماء قوية ما يستعين فيها ونسأل الله أن كلنا ننصيب في الشوط اندفاع سريع وآمن لهذه الجياد 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 الثلاث سنوات يبدأ الانطلاق صياب في هذه الصورة وإلى جواره بالرمسان الذي يبتعد عنه بنصف طول تقريبا منافسة موسيرة منافسة كبيرة هاتم حافظ عالم بلادي هم يأتي السفال هم يأتي الحضور من أبل اللاعبون في مع عالم بلادي عالم بلادي يحافظ يحافظ عالم بلادي حتى خص نهاية وعالم بلادي مع الشعر الأبيض وخيال ريان ينتزع صدارة الشوط اللي كاس وزارة العدل قليل مبارك قليل قليل مبرو مع الوز إخوي أحمد بل مبارك بل مبارك söz بل مبارك هذا البوز أنت قلتها قبل الشوط الله يبارك فيك قلت لكم إن شاء الله أننا على قد الهقه إن شاء الله مثل التكتيك مثل الخطة واحد تقدم وثاني انتظر نعم نعم هذا تخطيطه هذا الأخطى لالبن سريم هو اللي خطط على الأشياء هذه ومشى وإن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله يا أهلا ومسألوا حياكم الأوصن الفقرة مايك الجمهور اللي من خلال نتعرف على عراء الزوار المحاضرين في موسم سباقات الرياض سؤالنا لليوم مختلف ومهم جدا ونختبر تاريخهم متى كانت أول نسخة لكأس ولي العهد في موسم سباقات الرياض خليكم معنا وتعالوا نشوف إجاباتهم واختياراتهم يعطيك العافية عرفنا عن اسمك الله يحييك معك سعود مهدي الشهراني محمد حسين من الأردن خلود العنزي معك طارق القحطاني اسمي رائد أحمد سماعي الشبانة سطام العمار كيف شفت الميدان والسباقات والموسم والله طول عمرك أنا أول مرة أجي وبصراحة إني صدمت والله إني حتى هنا داخل قاعد أصور وأقول صدمة للي ما أجل المكان هذا بصراحة يعني من مدخله إلى هنا إلى التنظيم إلى كل شيء موجود في هذا المكان بصراحة مشجئ وأنا أقول المكان هذا يفوز بصراحة كيف شفت الأجواء والترشيحات رشحت الشيء اليوم قبل الشيء كان أول ترشيح لي لكن الأجواء جدا منافسة وجدا رائعة متنفس جميل والخيل يعني سبحان الله فيه بركة ما فيه أجمل منها أي والله واحب علمني فيه أجمل منها ما فيه الله هي السباق جدا جميلة أجواء جميلة هو جميل كل كلش تماما أجواء رائعة جدا بصراحة عالمي الأماني والحقيقال كيف شفت الأجواء قوية 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 جدا مع كل سنة أنا متابع من ثلاث سنين تقريبا كل سنة القوة بتزيد حتى الجواز بتزيد والترشيحات بتزيد من فعالية الجمهور ترشيحات كل يوم راحت مع مين؟ إيقلز فلايت أعتقد إن شاء الله مع أنه مرشح بس ممكن مستر إكسلنسي يعملها إن شاء الله شلون معلوماتك عن الفروسي والسباق والله مش مرة 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 معانا الأخ خيال بكيل هذا خيال بكيل بدير وإيش الله هولي حماشين معانتين نتعلم من السباقات نتعلم منه كيف نرشح الخير المناسب كيف نختار المناسب الخير والحمد لله اليوم في حزنها بخمسة حد الحين شحاتكم يعني فائزة اليوم؟ الحمد لله اليوم نفزنا اليوم ميحة كويس جيدة نوعا ما جيدة نختبر معلوماتك؟ يعني ها نحاول سؤال يقول متى كانت أول نسخة لكأس ولي العهد؟ 1400 1405 1387 هجري 1400 متأكد منها؟ غلا ما أنا متأكد إذا ما جاء بغلاط طيك العافية الله طيك العافية أستر عليكم مشاكري لكم وبيضل وجهكم 1405 متأكد منها؟ إن شاء الله لأنها يعني أتوقعناها في 1405 والله العالم كلام خير؟ أكيد أكيد إن شاء الله أنا هي لا سبي جاء بغلاطي طيك العافية الله يعافيك شكرا لكم 1378 أشار ثلاش ليش اخترت الخياء؟ أحس إنه طاريخ مناسب كده قالي حساس فيها 1378 ما شخترته؟ ما ديش تحب أدري إنها غريبة يعني قلت منروح 1300 أكد منها؟ لا والله بس المفروض إنه هيك المنطق بيحكي إنه تكون قديمة أنا هيك بتحيييي لي ما بعرف وكون أكون غلطا 1387 تأكد منها؟ إيوه إجابة صحيحي الله يافيك موسيقى هلومسهر وصلنا معكم لومسية يوم السبت من أمسية كاس ولي العهد للشرطة الإنتاج والنستورات ومسية يوم السبت لا تقتصر على السباق فقط بل فعليات مصاحبة وجوائز ومن أمام شباك الترشيحات اللي من خلالها الزوار يكتبون ترشيحاتهم للفوز بالجوائز المقدمة من هذه السباقات الخيل سيارات وأجهزة إلكترونية والعديد من الفعليات المصاحبة والفرق الشعبي والفلكوري لتقدم فن استعراضي جميل حياكم كاس ولي العهد يتواجد الخيال العالمي المشاركة في أشواط كأس والي العهد أوليفي أحد الخيال العالمي اللي متواجد اليوم في كأس والي العاد في شرط الانتاج والمشارك مع الشعار الأزرق أوليفي بحضان لسعودية عربية وكبدو بحضان رياض رياض شكراً جميل أنا مفقًا باشد أن تترك هنا بحضًا بأنه مفتوضك بحضان السعودية وقع الآن راهز كل الناس يتواجد الخيال الثاني العالم يتواجد اليوم في كأس ولي العهد مع الشعار الأهمر شعار الأمير فيسر بن خالد أحد الخيال العالمين Mr. Games, welcome to Saudi Arabia and welcome to season Riyadh Racing Thank you very much. No, it's a pleasure to be back here Like we spoke about, I've been coming here for many years and I've seen the way Saudi racing or racing here in Saudi Arabia how it's improved throughout my time coming here and I have to say it's right through to the Saudi Cup meeting it really has got the right people behind it and it's turning into a really big force to be reckoned with, isn't it? To win these big cup races, they're very important and everyone is spending a lot of money buying good horses to compete in these races and you need a very good horse to win them now so it's very competitive and very tough to win and you can see the passion of the racing fans when these big races are on and you know, I don't think I've quite seen apart from the Saudi Cup day, a crowd like this you know, it's fabulous, isn't it? كأس ولي العهد كأس الذهب الأغلى والإسم الأسماء أعرق الكؤوس وأهمها منذ انطلاقته عام 1387 هجري مر على هذا الكأس العديد من رموز الدولة أصحاب سمو وملوك فكانت في كل نسخة بطل يتوج بشرف المسمى وجائزته لتعيد لنا الذاكرة أول من سجل هذا الكأس وافتتح انتصاره باسمه البطل غلاب لاستبلات الأمير محمد بن سعود الكبير ليأتلي منصة التتويج بعده لأكثر من 24 مرة أصطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشعارها الأبيض ليعتبر أكثر الشعارات فوزاً بهذا الكأس لنعيد ذكراً قديمة من أحداث هذا الكأس مع مدربين وخياله كانت لهم بصمات في هذا الحدث يوماً ما في حصان كان عليه سعود برزيق اسمه منيف هذه من الذكريات الحلوة لأنه كان فيه مطش بين سعود برزيق وسعد الله يحفظهم سعد بن مطلق حي موجود خيال وحسام ابناء الأمير عبدالعز بن عبدالله ومنيف وله الآن الشريط قديم موجود منيف فاز وخسر حسام بعدها أربع سابيع كاس الملك في الملك خالد الله يرحمه طلب من سعد بن مطلق يركب حسام لأنه يراكبه حسام كان جوكي من العراق وخسر سعود برزيق ضحك عليه وطلع قدامه باب حلاوة يسمونه وخلاه يروح ما مسكه من الستمائة زبن سعود وكسب الكاس والعاد فهذه كانت من أيام الصياح والشوق وسعود الحمد لله حي والأمره وساعد موجود وحسام جاء وأخذ كاس الملك جبره خالد وشاله من زرافة وحطهه على حسام وكسب كاسه الأمر ملكي الحمد لله كانت مشاركات ممتازة وحققت في مراكز في الميزان وكسبته كذا مرة الحمد لله من توفيق الله وأول هنا أحسان صيرور أول أحسان كسبت عليه كاس والعاد ثم ابن النفيس وماكينغ ونجام فالحمد لله كانت هذا توفيق من الله وكانت كل هذه السباقات ممتعة والحمد لله على توفيقه كخيال كسبت كاس ولي العهد باستطابل أبناء الأمير محمد بن سعود الكبير اللي هو استطابل الأزرق على الجوات شادو والحمد لله سجلت اسمه يعني من ضمن اللي فازوا بكوس ولي العهد والأمير سلطان كان يعني بهك الكاس يعني مرة هم بسط يعني ممكن من أفضل كوس اللي كسبه ليه لأن الخيال سعودي مرة فرحة الأمير سلطان بالكاس هذا اللي كسبته ما توصف صراحة والله أنا ركبت من 2009 وبعد يعني كانت أكيد تختلف الآن نوعية الخيال ونوعية المدربين والملاك والنهضة اللي حنا فيها الحمد لله ما شاء الله يعني أول كان مجتمع فروس شوي مغلق الآن الكل محتفل بالحفل هذا كحفل سمو سيد ولي العهد أتمنى توفيق للجميع أصطباط المشاركة الأحمر والأبيض أصطباط سمو سيد الأمير سعود بن سلمان وجميع المشاركين أتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى في مثل هذا الحدث كنا حاضرين من ساحة التدريبات الصباحية نوثق تجهيزات الأبطال وحضوره يا أهلا ومسأل وحياكم أرغى فيك وليس التدريبات الصباحية من ميدان ملك عبدالعزيز للجياد اللي راح تشارك فيك أس ولي العهد يوم السبت القادم أبرز الأسماء راح تكون متواجدة اليوم في تدريباتها وتجهيزاتها وقلباتها مع مدربينها خليكم معنا وتعالوا نشوف كواليس التدريبات الصباحية من ساحة الميدان فيما نشاهد أهم الأسماء البارزة والجياد اللي تحمل الشعار الأزرق لهايف بن عبود الكحطاني متواجدة في تدريبات الصباحية وتجهيزاتها من المشغلين في تجهيزها لقلباتها والكنتر اللي بيسونا في الميدان مايفرانك الأحد الأسماء المشاركة في كأس ولي العهد للشعار الأحمر والاستبر الأحمر في تجهيزاته وتدريباته الصباحية مع المشغل ومثل ما نشاهد الأبطال يتواجدون لحظة بلحظة في تجهيزاتهم وقلباتهم ونوثقها لكم مع مشغلينهم ومدربينهم كيف جاهزيت راسمار اليوم هو أخوانا في السيدة واشلون أرقامهم اللي بحققينها والله كلهم إن شاء الله الحمد لله كلهم يعني مستعدين استعداد تام بإذن الله وكلها على الله إن شاء الله ولا الاستعداد إن شاء الله مستعدين بإذن الله أعطي أنكم نتاج زينة في تدريباتهم اليوم كلها الحمد لله كلها صحتها زينة وشغلها زين وممتازين والمؤشرات كلها زينة بإذن الله كيف تجاهزيتهم لليوم الأرقام التي أعطيتكم إياهم بالضبط اليوم لها برزي وعالم السماوي؟ والله الحمد لله شغلهم الحمد لله يعني يبشر إن شاء الله بخير إن شاء الله مع خيالتهم إن شاء الله في خطة معينة في ترتيب معين لها؟ والله طبعا الخيال يختلف عنه خيال السبقة اللي قبل قبل ركبه كامليو وجعله ثالث والمرة هذه كسو العهد إريكاردو وإن شاء الله أنه خيال يعني محترف إن شاء الله والله يوفق ليتجدد هذا الكرنفال بصاحب الرؤية الثاقبة وحلم السعوديين وهمة طويق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعم الفروسية والإرث التاريخي بجوائز مليونية لتكون في مصاف سباقات العالم واليوم يتجدد الموعد مع الأبطال هل سيحافظ لقب الإنتاج والمستورد الشعار الأزرق بعد فوزه مع البطل النجام ماي كينك في نسخة الأخيرة؟ الضرس يحاول مشاهدين متابعين الكرام النجام على ما يبدو هو البطل المنتصر في هذا الشوط أم سيكون هناك نجم جديد بشعار جديد لنكون حاضرين من ساحة الميدان؟ وصلنا إلى أهم أمسيات يوم السابت وأهم الكؤوس في عالم سباقات الخيل وفي موسم سباقات الرياض كأس ولي العهد للإنتاج كأس المليون ريال كأس المسافة 2400 الشوط العاشر شوط الإنتاج أسماء كبيرة ومرشحة تكون على خط النهاية 18 رأس كل 18 رأس تحمل قوة وانتصارات ما شاء الله تبارك الله أسماء قوية نجام صاحب الريت المي وستة وصاحب التسع انتصارات الهبرزي صاحب الريت الثلاث وتسعين رأس مال صاحب الريت المي وخمسة وجامل الخمس انتصارات هولان والموبير لما نتكلم عن الشعر الأزرق أكثر من ثلاث رؤوس مشاركة شعر الأزرق من الشعرات التي انتصرت نسخة الماضية في كأس ولي العهد للإنتاج والمستورة هل ستفعلها في هذا الشوط؟ الله أعلم خليكم معنا وتعال نشوف مدى جاهزية مدربينها لهذا الشوط نجام بطل النسخة الماضية من كأس ولي العهد نجام صاحب الريت المي وستة وصاحب تسع انتصارات من أسماء الكبيرة والقوية أن تكون مرشحة في انتزاع هذا الشوط هولان أحد الأسماء المرشحة أيضا من الكتيبة الزرقاء هولان صاحب الريت المي وواحد وصاحب الخمس انتصارات أيضا من الأسماء القوية والمرشحة أن تكون على خط النهاية مثل ما تشاهدون الآن في التسريج وفي اللمسات الأخيرة اللي يقدمها له فريق عمل استبيل ثمانطعش أبو النواميس صاحب الريت المي واربعة وصاحب الخمس انتصارات من الأسماء القوية والمرشحة أيضا في انتزاع هذا الشوط ثمانية نيوتن صاحب الريت الثمانية وتسعين وجاي من انتصار أيضا أحد الأسماء اللي ممكن تسوي مفاجأة في الشوط انتهت الجياد من التسريج وصلنا لساحة البادوك في الشوط المهم الشوط الأغلى نبدأ مع المدربين وشوف مدى الجاهزية حياكم تكالعافي نايف تكالعافي أبو علي وصلنا للشوط المهم ما علوم أي مدرب في التوتر ولا علوم أي مدرب أن يحسب حساباته ألف مرة شوط مهم شوط الانتاج ويكفي أن يحمل اسم غالي علينا اسم ولي العهد كيف جاهزيت نيوتن في هذا الشوط؟ أول شي مشاركتنا في هالكاس يعتبر إن شاء الله شرف لنا كمدرب وأنا أشكر دائما جميع المدربين اللي وصلوا خيرهم له المستوى أنها تشارك في هالكوس الكبيرة أتمنى لهم التوفيق صحيح أن الشوط جامع نخبة مميزة من الإنتاج السعودي نسأل الله التوفيق لنا ولهم وأكبر تشريف وأكبر فوز هو المشاركة بهالشوط عندي نيكولاس مهمة ومفهومة طبعا هم هم مدخل إن شاء الله من إجازات وعلم ورش اسمه وأمتع عندي طبعا راكض الأسبوع اليوم ما عليه عذر اللي كان يعني بيأخذ منه السباق اللي راح وإن شاء الله نطلب من الله إن الله يوفقنا في ذا السباق مدربين وفريق عمل استبل الأزرق مثل ما شاهدته مع الخيال اللي فيلي اليوم قادم للمشاركة واستقطبوه في مشاركة مثل هذا الكأس المهم والكبير جدا أخوي ناهب شلون جاهزيته بنواميس في الشوطة لإنتاجه اليوم والله جاهز ونسأل الله التوفيق والبركة كيف كان أداء معك في تدريباته وتجهيزاته ما قبل المسيطة اليوم والله أداءه زين وتدريباته زين والمشاركة في كاس ولي العهد بحد ذاتها هذا مكسب شلون جاهز خططك مع خياله اليوم خططي بتشوفها إن شاء الله في الشوطة وصلنا معكم إلى فقرة الترشيحات وفي الشوط العاشر لكأس الإنتاج خلونا نشوف مدى ترشيحات المدربين والزوار والمتواجدين في الساحة تكالعافية عياك الله مرحبا بك شفارك والله بخير أبشرك شرشيحاتك في هذا الشوط يعني الناري والله شوط ناري وشوط قوي وكل الخيل ما شاء الله تبارك الرحمن قريبة الأداء لكن دائما مع ابو سلمان سعود بن سلمان نرشح نجام ورشح ابو النوميس هلو مسهلة شوط مهم وشوط ناري ترشيحاتك تروح مع مين شوط أول شي نبدأ بالشوط الشوط شوط كاسولي العهد يعني الأمير محمد بن سلمان سيدي الأمير محمد بن سلمان مجرد مشاركة أنا أتمنى أن يحصل لو مجرد مشاركة بس اليوم أنا عندي نتعارف الخيل العربية بس لكن أمنيتي اليوم أني لو مشاركة بس مع مين تروح في ترشيحاتك؟ والله كلها بطعب اسم اسم بوح لكن أنا نشوف المبير يعني حظة طيب والخيل كلها كسبانة يلا صوت راح للمبير خلينا نشوف محمد أبو خلف تك العافية مع مين ترشيحاتك تروح؟ والله أروح يمكن مع رأس مال رأس مال ليش اخترته بالتحديد؟ حسن زين ومراكيضه الماضيه لا بس فيها والشوت 2400 نقول له نصيب والله إن شاء الله نتمنى المبير جواد المبير المال كان غيمش العجوي كلها طيبة أبو الشريك خلخيل طيبة كلها لكن أنا ميلة مع عيال استرولوجي رأس مال وخنباري والله كلها بطال ونجا من بطال والمبير بطال وكلنا الله يوفق الجميع مع مين تروح بترشيحاتك؟ والله عسى الله يوفقهم وأروح إن شاء الله مع رأس مال مع رأس مال نعمر الترشيح الثاني لأبو النوميس بإذن الواحد أكاسم سيدي ولي العاد لخيل الإنتاج في المملكة العربية السعودية رأس مال في رفقة أبو نوميس وهنا قدوم كذلك المبير المصنف 103 يبدأ في القدوم المياد ندر الأخيرة كاسم السيدي والعاد يذهب المبير الخطير 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 بالمباركة أبو محمد هذا الفوز والانتصار ما لبست البشت إلا أنت ضامن الفوز والله يطول العمر ما الواحد بيلبس البشت وهو نضامن الفوز لكن الله اللي أكرمنا لبسنا البشت وأكرمنا الله بالجائزة هذه ما حد يضمن الشيء هذا مع أي أبطال ومع أي منافسين قوية قوية كلهم مملوك كلهم أمراك كلهم ما هبهينين وشعبيين قويين حال واجد لكن الله أكرمني أكرمني باللبس البشت وأكرمني بالجائزة على الخير كله ومبروك واليوم المبير بانتصار وتواجد اليوم بشكل كبير وحضورة اليوم اليوم خطتك للمبير ما بعد كاس ولي العهد بعد شفنا الانتصار الله يحيك المبير بعض الناس يقول لنا جلس في كاس محمد بن سعود محمد بن سعود غالي علينا ولازم نحن نشارك بأي شيء ولا عندنا شيء لنشارك المبير والمبير كان عليه وعكة صحية لكن الحمد لله رجع على مستوى وعوضنا بكاس ولي العهد أثمن كاس عندنا كاس محمد بن سلمان ولي العهد وصلنا إلى الشوت الحادي عشر شوت المستورة شوت كاس ولي العهد جائزة مليون على مسافة 2400 أهم الأسماء المشاركة وأمانة الأسماء قوية موجودة في هذا الشوت أهم الأسماء أوف يوري صاحب الريتر 95 جاء من أربع انتصارات ماي فرينكل باور هوبس أيضا بول تاواي وتيتا ودونت اسك مي أغين رأسين يمثلان الشعار الأزرق أيضا أربعة رؤوس تمثل كتيبة الحمراء في هذا الشوت شوت قوي ويحمل أسماء قوية أن تكون في صدارة هذا الشوت خليكم معنا وتعالي نشوف مدى جاهزية مدربينه مثل ما نشاهد فوز الغريبان ثلاثة تروس مشاركة في هذا الشوت مع أبو ناصر أبو ناصر يعطيك العافية شون جاهزت الشوت بس والله إن شاء الله ها مستعدين وكل بونا مستعدين والله يوفق الجميع إن شاء الله تروس موجودة معك في هذا الشوت ماذا جاهزية نقول إن شاء الله أمورها تماما مجاهزة وحاضرة نتمنى التوفيق لي والجميع المشاركة في هذا الشوت عادتها ما تكون فيه مشاعر مختلفة عند كل خيال قبل الشوت المهم وخصوصا الشوت اللي يحمل اسم غالي كبير علينا اسمه للعهد وجائزة مليونية معنا فواز والناس الخيال فواز أكيد فيه الأشواط المهمة يكون فيه تقوص عند الخيال مختلفة مشاعره حماسه تواجده في الشوت أكيد والله كل الخيال يطمحون هذا كاسمو سيدي والعهد كلنا والله مشتهدين نطلب من الله التوفيق إن شاء الله وخير كلها من مستوياتهم عالية وكل إحصان يقول أنا أحسن من الثاني لكن الله كريم إن شاء الله يوفق الجميع شلو معنوياتك؟ والله معنوياتي متحمس مرة مرة متحمس نقول الله كريم إن شاء الله وعسى الله يكتب لنا نصيبها الجو الرأس اللي معك كيف كانت تجهيزاته في التشغيل؟ والله إحصان أول مرة يركض في ميدان السعودي يعني إن شاء الله بإذن الله يقدم مستوى ممتاز يعني طمحين إن شاء الله المستوى أفضل من كذا إن شاء الله أتوفيق لك إن شاء الله آميني شكرا أحمد وصلنا إلى فقرة الترشيحات في الإنتاج كانت الأصوات متفقة بعضها مع المبير وفعل النجح المبير الآن نحن في شوط المستورد تعالوا نشوف مدى ترشيحات الزوار والمدربين المتواجدين اليوم مع أي اسم راح يشاركون فيه ويرشحونا في المستورد حياكم والله أنا شوف كل أي حصان يفوز بالشوط ماهدك ترشيح باسم معي الجميع في المناسبة هذه فايز رقم 13 لبيب لبيب يلا الله رايح معاه إن شاء الله يلا عطينا ترشيحاتك ترشيحات ترشيحات الأول إن شاء الله دريفو دريفو مية إن شاء الله بعون الله ماذا اخترتها طيب؟ أحصان بطل وخياله بطل أنت عطيتنا رأيك في الإنتاج طيب المستورد تروح مع مين؟ مع منديل إن شاء الله مع المنديل إن شاء الله كراتوا إن شاء الله إذن الله كأس سمو سيدي والعهد الفي الأولى في المضمار السعودي جياد الثلاث سنوات فأكثر نظرة إلى الوراء من عبد الله العظيب لثناء الأحمر ماي فرانكل يتمركز رابعاً ماي فرانكل الثادم يجريكوه بإنورهم المستار الثارجي ماي فرانكل في المنطقة ويجريكوه في المنطقة ويجريكوه في الأخيرة تتقوى أطوار ماي فرانكل الأحمر القادم ماهده شبيه في المثالك وجود شبيه نفسه وارده فالأزل دونه يا ذكيت الله يا ذكرا فرحة الانتصار فرحة لا يعرفها لكل مدرب وكل خيال يعمل بشكل دائما أخي حسين بالمبارك هذا الفوز اليوم استقطاع بخيال عالم مثل جيمز اليوم واضحنا في عمل كبير قاعد يقدم الأحمر في مثل هذا الكوس والشيء الحمد لله والشكر هذا من فضل ربي أبارك سمو سيدي الأمير فيصم خالد لا يقول جهدا عنه وأبارك الأخوي بوفيصة سعد بن مشرف المشرفي داري على شركة ناج وأبارك الأخوي عبدالله مشرف المدرب القدير الداعم باستمرار وخيفهد معنويا وتكنيكيا وكل شيء الحمد لله ما قصر استبر وفر جميع الوسائل وهذا نتيجة اليوم الحمد لله السهل الخير كله واليوم نجاز كبير جدا واليوم استقطاع بكم لخيال عالمي وتواجد اليوم واضحنا في عمل وبناء مستمر من فترة طويل أكيد شغالين باستمرار والله العظيم قبل السباق بعشر دقائق عندنا نجسي مع فوق يمكن نصف ساعة هذه أشياء يعني مطلوبة من الإدارة الناجحة أن يسوي كذا طبيعيا الوضع صار الحمد لله اللهم لك الحمد زي ما أنت شايف طبعا فلسنا من الشوطل كان شنصنا للأمانة ما هو مية مية هذا الشنص القوي فيه الحمد لله كل جدار اللهم لك الحمد بالمبارك سمو الأمير على هذا الفوز الذي يقدم مايفرينكل اليوم أثبت عمل استبل الأحمر اليوم على فترة طويلة جدا في مثل التواجد والنجاح الذي يقدم اليوم من خيال إلى مدرب عمل متكامل اليوم ما شاء الله انتصارات الأحمر سبوعا سبوع وكاته يقدم الحمد لله هذه نعمة من الله الحمد لله الإنسان يعمل والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى فالحمد لله عملنا المطلوب منه وهذه نتيجة ما عملنا كما ذكرت أخي الكريم خيال ممتاز حصان ممتاز وبطل مدرب ممتاز جدا فالحمد لله هذه النتيجة اليوم كتيبة الأحمر اليوم ما بين الانتاج و ما بيننا استورد نجاح في الإنتاج ونجاح في المستورد اليوم وانت الرجل الأول في دعم الفروسية بشكل عام وصباقات هذا الدعم التي تقدم اليوم بإذن الله سوف نسعى ما قدرني تغذر كأس السعودية من كل أنحاء العالم فالواحد يسعى إن شاء الله والتوفيق بإذن الله ما يفرين كل خطوتكم له إن شاء الله لقدام بعد الإنجاز الحقيق اليوم إن شاء الله إلى الآن إلى كأس الملك إن شاء الله بعد ذلك نرى ما سيكون إن شاء الله بإذن الله في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مع فرحة الانتصار مع الصبر الأحمر بنبارك لكل الفائزين في شوط وليل أحد نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة شوفكم على خير في مال الله شكراً 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 ببروك يا محمد اشتركوا في القناة